اشتركوا في القناة هذا اليوم باسم السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى لخوات المسلحة وزير الدفاع الوطني السيد عبد المجيد تبون على مراسم تنصيب الرسمي للسيد نوردين بن براهن بصفته رئيساً للمرصد الوطني المجتمع المدني خالفاً للسيد عبد الرحمن حمزاوي الذي لا يسعني إلا أن أتقدم له بجزير الشكر والعرفان على المجهودات التي بذلها خلال فترة تلقصه للمرصد هذا ويجذر التنويه والتذكير بتوجهات السيد رئيس الجمهورية التي وجهها بمناسبة تنصيب أعضاء هذه الاستشارية الهمة إذ حثهم على ضرورة الاطلاع بمسؤولياتهم للمساهمة في ترقية المواطنة وتعزيز الممارسة الديمقراطية وكذا القيم الوطني وذلك على المستويين المحلي والوطني وفي الأخير أعلن رسمياً عن تنصيب السيد نوردين بن براهن كرئيس للمرصد الوطني للمجتمع المدني مجدداً لكم تهانينا الحرة راجياً من العلي القدير أن يوفقكم في توليكم هذا المنصب نشكر أولاً سيد رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون على الثقة التي منحها في شخصي لترجمة الاهتمامات الكبرى لهذا التحول الجديد في العملية الديمقراطية خاصة فيما يتعلق بإشراك الرأي العام وواسع الجمهور الجزائري من المواطنة الفعالة من خلال جمعية المجتمع المدني وهذا يعتبر مكسب كبير جداً عززه الدستور الجزائري ونحن اليوم أمام التحدي كبير جداً يتمثل في كيفية ربط بين هذه المفاهيم التي تعمل على ترقية الممارسة الديمقراطية في الجزائر وأيضاً على إطلاق ديناميكيات التنوع الكبير الذي راح موجود في المجتمع المدني الجزائري اشتركوا في القناة